مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم أصيب مدير مديرية القاهرة سمير عبدالإله وعدد من مرافقه بجروح إثر هجوم لميليشيا الحوثي على الجبهة الغربية في محافظة التعز وقالت الإدارة العامة للإعلام بالمحافظة إن المسؤولة المحلية أصيب إثر قذائف أطلقتها الميليشيا خلال زيارة عيدية لوكيل المحافظة اللواء الركن عبدالكريم الصبري لعدد من المواقع العسكرية في المطار القديم وأشارت إلى أنه جرى نقل المصابين إلى أحد مستشفية المدينة لتلقي العلاج أكد الاتحاد الأوروبي أن السمرار هجمات الحوثيين على السفن يمثل خطرا على حرية الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف فوريل في تغريدة على حسابه بمنصة X أن الحوثيين يواصلون تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر وهجماتهم الأخيرة هي تذكير صارخ بخطورة الوضع وكثف الحوثيون هجماتهم ضد السفن التجارية حيث أعلنوا استهداف أربع سفن خلال الأيام الأربعة الأخيرة من بينها سفنتان تعرضت لأضرار أفاد تقرير أمريكي أن ميليشيا الحوثي تستخدم طرقا جديدة لتهريب المعدات والأسلحة من إيران إلى اليمن قالت صحيفة Wall Street Journal أن ميليشيا الحوثي هاجمت سفينة يونانية بواسطة قارب مسير وطائرة بحرية من دون طيار يتم التحكم بها عن بعد وفقا للجيش الأمريكي وقال مسؤولون غربيون أن الحوثيين تمكنوا من إيجاد طرق جديدة لجلب المعدات والأسلحة التي يحتاجونها من إيران عبر دولة جبوت الواقعة في شرق إفريقيا حيث يتم نقل الأسلحة التي تصل من الموانئ الإيرانية إلى السفن المدنية كشفت وثيقة عن سعي الإمارات إلى العودة لإدارة ميناء عدن عبر مجموعة موانئ أبوظفي وأظهرت وثيقة مواجهة من رئيس المجلس لانتقال الجنوب عيدروس الزبيدي إلى شركة عدن لتطوير الموانئ يدعوها إلى توضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي وأكدت الوثيقة أن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبوظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية وفي تعليقه على الوثيقة حذر البرلماني علي عشان من أن كارثة جديدة تلوح في الأفق بسبب أوضاع الانقسام وحالة الفساد المسيطرة قالت وكالة أسو شايتد بريس إن ميليشيا الحوثي تخوض معركة للسيطرة على بنوك البلاد فيما يحذر خبراء من أنها تهدد بمزيد من تدمير الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من الشلل جراء الحرب وأصلطت الوكالة في تقرير لها الضوء على إجراءات البنك المركزي اليمني فرعدا والانقسام المصرفي بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي وذكرت أن التنفس على البنوك سيؤدي إلى إدخال النظام المالي اليمني في اضطراب أعمق وأشارت إلى أن تصاعد الفجوة المالية يؤدي إلى تآكل قيمة العملة اليمنية والريال مما أدى إلى ارتفاع الأسعار نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر